قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع مصر وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وخلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن أوضحت توماس أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يمثل عقبة أمام حل الدولتين يأتي هذا فيما وصف المندوب الروسي بمجلس الأمن حجم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالأمر الصادم بدوره طالب مندوب فلسطين رياض الملكي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة